حضرتك قلت كابتن محمد أنت كنت بتقول دلوقتي أن مباراة الأهل والزمالك دي لها طبع خاص نهارده الدوري والكاس والنهارده بطولة أفراقيا النهائي في الأول مرة في التاريخ بين الأهل والزمالك أكيد خارج الحسابات لا خارج خالص الحسابات المباراة اللي جاية لابد أن نحن نبقى عاملين حسابها تماما لأن أولاً الأهدأ عصبين الأجهز بدنياً ومعنوياً ومش حيتنرفس في الملعب ومش حيتعصب لأن العصبية بتخلي اللعيب يطلع من الموت بتاعه على طول على طول حيكسبهم برا أولاً فرتنة زمالك فرقة كويسة جداً وعندهم عناصر جيدة ونفتكر ماتش اللي كسبونا فيه من العناصر اللي كانت مؤسرة في الجول اللي دخلت فينا يعني من اللي كان أسست في الجول من اللي جاب الجول في بعض العناصر في ناتزة مالك لابد أنها يهتم بيها يعني يبقى تحت اهتمامنا عشان ما ندهاش الفرصة أنها تتحرك بسهولة تعمل اللي هي عايزة يعني فيه فرجان السياسي فيه من شرقي فيه مصطفى محمد دراس حربة ممتاز جداً جداً ودراس حربة واعد وأنا أعتقد أنه هو هتبقى فرصته في الفترة اللي جاي مع المنتخب مصر هتبقى فرصته كبيرة جداً عندهم واحد مقاتل في الملعب اسمه زيزو زيزو ده أنا بصراحة بحس أنه هو فعلاً بيلعب بقلب وشاغل النحة اليمين دي بشكل كبير جداً في الجانساسي لازم بقى عليه الاهتمام الكبير لأنه هو بقى عنده رؤية وبيقدر يوصل للعيبة